ترجمة نانسي قنقر وشبكات التواصل لعام 2023 ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت وخصوصا الشبكات الاجتماعية وحلت مملكة البحرين في المركز الثاني من حيث استخدام الشبكات الاجتماعية بحسب هذا التصنيف العالمي في دليل على أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بشكل كبير في المنطقة هذا وتولي المملكة دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي اهتماما كبيرا بما يرفض مسيرة البناء والتطوير ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين فقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات جذرية وجوهرية في مجتمعات واقتصادات الدول بما فيها مملكة البحرين التي تتبوأ اليوم مكانة رائدة بين دول المنطقة والعالم في مجال الاعتماد على التقنيات الرقمية المتطورة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي ودفع عجلة الاستدامة في شتى المجالات واليوم أصبحت مملكة البحرين من الدول السباقة في نشر العديد من التقنيات المهمة ومنها شبكة الجيل الخامس التي ستحمل مزيدا من القيام المضافة مستقبلا إذ تعتبر مملكة البحرين مثالا مهما لدور السياسات الحكومية والتنظيمات والمبادرات التي تثري إسهامات الغطاع الخاص في ابتكار حلول تعود بالنفع على جميع الأطراف وتدفع بالتالي عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة نحو مزيد من التقدم والإنجازات كما وتبنت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية استراتيجيات للتحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الذكية لتسهيل الحياة الاجتماعية فقطاع الاتصالات يعد أولوية رئيسة والذي يأتي ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث طرحت البحرين مؤخرا استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 والتي ستسهم بدورها في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية